اشتركوا في القناة دائما بالعمل والعبادة وفتاعة ربنا سبحانه وتعالى قبلها كل شيء بالتأكيد الدولة المصرية حريصة على دعم مواطنيها مهمة جدا الحملة اللي هي موجودة دلوقتي للكشف عن متعاطي المخدرات أو المواد المخدرة بكافة أنواعها واللي بتبقى موجودة على الطرق السريعة وتحديدا اللي بتستهدف أكبر فئة ممكن تكون تؤتمن على حياتها هم فئة السائقين مش بس بتستهدف فئة السائقين اللي هي الخاصة بعربيات النقل ولكن يكشف عن الادمان سوى حتى سائق الملاكين عند جزئية الحقيقة بطالب بيها المسؤولين عن دي الحملة والدولة بشكل عام طبعا الحملات دي بتسفر عن أن هناك من يتعاطى المخدرات وهناك من لا يتعاطى المخدرات وبتبقى الحمد لله النتيجة بتاعته سلبية ورب كل الناس اللي هم بيحللوا تكون النتيجة سلبية وما بيبقاش في حد مدمن خالص ولكن الناس اللي بتبقى نقتيجتهم إيجابية وده معناه أنه هو بيتعاطى المخدرات ليه ما يكونش فيها عليهم ضريبة أو فلوس يدفعوهم مقابل هذا التحليل مش التحليل ده بتتكبت فيه الدولة فلوس كتيرة جدا عشان تقدر توفره وعشان تقدر تعمل هذه الاختبارات طيب ليه ما ندفعوش تمن التحليل ده طالما مدمن يعني هو حلو أن يدفع ألاف الجنيهات عشان خاطر يتعاطى المخدرات وما يدفعش 100 جنيه ولا 200 جنيه وأي أن كانت الضريبة المقررة عليه في حال إثبات أنه هو بيتعاطى المخدرات تاني حاجة وأنا بناشد فيها قبل ما يكون الرقابة علينا هو الدولة أو القانون أو أي من هذا القبيل الأسرة المصرية الأسرة المصرية عليها دور كبير جدا 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 في متابعة أبنائها ولو جينا تكلمنا بقى على الفئة المستهدفة أو الفئة الأكبر من الشعب اللي بتتعاطى المواد المخدرة للأسف هتلاقي فئة الشباب وفي سن المراقة ده طبعا نتج لعوامل كثيرة جدا وهي طبعا أصدقاء السوق وحب الاستطلاع وأنه ده عايز يجرب والحاجات دي كلها وبناجد أولاء الأمور لما تيجي كده تكلمهم تقول لهم يعني أنت ما كنتش عارف أن ابنك بيدمن طب أنا مش متواجد أنا ظروف الحياة صعبة أنا بجري على لقمة عيشي عمر مكانة لقمة العيش مبرر أنك ما تتبعش ابن حضرتك وتشوفه وتعرف أسلوبه وسلوكه وكمان أصدقاءه اللي بيصحبهم وبيمشي معاهم ما تؤمنش كده على طول أن ابنك أنا بصاحب الفلاني يا بابا حتى لو فلاني الفلاني ده ابن صديقك أو أنت مع عمرك ما أنت آه أنت ضامن أبولا أنه صديقك وعارفه لكن ما تعرفش ابنه عشان كده المتابعة والتنشئة الصحيحة والسليمة أعتقد عليها عامل كبير جدا 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 ورقابة داخلية قبل ما يكون هناك رقابة من قبل الدولة كمان بالنشط كمان كل المواطنين لما يتعرضوا لمثل هذه الحملة يتعاملوا معها بأسلوب إيجابي وبطريقة إيجابية دي حاجة عشان خاطر سلامتنا احنا شفنا صيخ القطر اللي عنو طلع عليه اللي هو كان سبب فيه يعني أرواح كتير جدا جدا لو كانت وشفنا المناظر وكانت بشعة وأعتقد يعني ألمت قلوبكم جميع لما شفتوا هذه المشاهد وكان سبب أنه هو يضيع أرواح عشان كان متعاطم وخدر الأستروكس مهم كمان وإحنا بنتعامل مع الناس بشكل جبير وفي أسلوب حياتنا والتحديد الناس اللي بتتردد على التاكسيات أو المايكروبوسات والحاجات دي كلها ليك نظرة في السواء قبل ما تركب معها أعتقد نظرة المبدئية دي وتحديدا البنات أو السيدات لما يجي اركبوا مثل هذه المواصلات أو وسائل النقل العامة على قدر يمكن حتى نستطيع التطهير وحتى إن شاء الله ما تكتمل المنظومة والطهر كل هؤلاء الخارجين والفسدة وكل هؤلاء الظلمين لأنه مش بيظلموا على فكرة نفسهم بس بيظلموا مجتمع برماتنا أتمنى رب التوفيق طبعاً لمثل هذه الحملات بالتأكيد يا عاصم وجود حملة زي حملة تكشف عن الإدمان دي بتنم على إن فيه ثقافة جديدة في المجتمع فيه اهتمام من الدولة للحفاظ على سلامة وأرواح المواطنين سواء كانوا السائقين اللي بيقودوا المركبات اللي بيبقى فيها أعداد من المواطنين اللي ممكن يكون نتيجة إهمال السائق أو تناوله لأحد المواد المخدرة يتسبب فيه كارثة أو في حادثة تؤدي إلى وفاة عدد كبير من الأشخاص بتأكيد دي حملة مهمة جداً جداً ويجب أن يكون فيه تعامل من قبل المواطنين بكل رضا مع جهات الأمنية للكشف عن المخدرات أو إذا كان الشخص ده بتعاطى مخدرات ولا لأ ويكون فيه تقبل هذا الأمر لأنه في النهاية ده بينصب في مصلحة الشخص وأيضاً في مصلحة باقي المواطنين تحديداً كمان سائقي أوتوبيسات المدارس اللي بيبقى معهم عدد من الأطفال بتالي بقى دول أكتر ناس محتاجين أن يكون فيه فعلاً رقابة عليهم يكون فيه كشف دوري إذا كانوا بتعاطى مخدرات أو لأ لأن دول معهم مش أي أرواح دول أطفال صغيرين أبرياء ويمكن سمعنا عن بعض الحوادث اللي بتحصل بسبب إهمال السائق أو أنه مش في كامل قواء العقلية أو كامل إدراكه بسبب أنه بيتناول إحدى هذه المواد المخدرة بالنسبة للشباب الصغير اللي سهل جداً أنه هو يعني يضحك عليه أو أنه هو يستهدف أو أنه هو يندرك تحت دائرة الإدمان الشباب دولة أكيد لازم يكون فيه رقابة عليهم من الأباء والأمهات ولكن مش عايزين نرمي برضو كل العبقة عليهم لأن أحياناً يعوصن بيقى فيه أب وأم بيرقبوا أولادهم 24 ساعة يعني ناس تبقى مهزبة جداً محترمة جداً عافين يرقبوا أولادهم إزاي ولكن للأسف بسبب صديق السوق الطفل أو الشب يندرج تحت دائرة الإدمان ويبدأ يتجرب لأن المرحلة دي كمان مرحلة المرقب يبقى الشاب فيها عايز يبدأ يحس أنه هو ليه شخصية ليه كيان يبدأ يجرب حاجات كتير وتحديداً الشباب اللي هم الرجال السوبيون يبقى عايز يحس أنه ليه شخصية مستقلة وأنه بقى راجل وقدر أنه يتجرب أي حاجة ممكن تتعرض عليه أو أنه يعني تقدم إليه ربنا سلم كل شبابنا وأولادنا يا رب وكفينا كلنا شر مخاطر الإدمان لأنها من الكوارث أو من حاجات الصعبة جداً أنه ممكن الإنسان يتعرض إليه في حياته صحيح ولما تلاقي ابنك بدأ بسجارة تأكد تماماً أنها ينتهي به الأمر بإدمان وخاصة في المراحل العمرية اللي في سنة المراهقة للأسف فيها كبيرة جداً من الشباب بيحسوا بالرجولة بالسجارة عمر ما كانت الرجولة بالسجارة بالعكس الرجولة باحترامك لذاتك واحترامي الناس نيكي اللي بيستمد طبعاً في المقام الأول لما يلاقوك محترب مهم كمان أن كل المجتمع أن يتكاتب في سبيل ضحر هذا الإدمان والتصاد لي بكل مؤتين من قوة عجبني تعليق قوي يعني على مواقع تواصل الاجتماعي وأنا بتصفح كده الأخبار الخاصة بالحملة لتكشف عن متعاطئ الإدمان قالك طب ليه الدولة ما يكونش عندها حملات رقبية لعدم دخول المخدرات هقول لحضرتك على حاجة عندنا الحمد لله رب العالمين أجهزة قوية في الدولة ومتمثلة في جهاز الشرطة وتحديداً الشرق الخاص بمكافحة المخدرات على قدم وثاق ويمكن أو لدارة العامة مكافحة المخدرات بتقوموا على قدم وثاق ولحضرتكم بتطلعوا على الصفحة الخاصة بوزارة الداخلية تجدون كل يوم والتاني ضبط كمية مش عارف كم من مادة الحشيش المخدرة ضبط كمية كبيرة جداً من الترمدول ضبط كمية كبيرة جداً من البنجو وغيرها من مثل هذه الأمور إذن الحمد لله رب العالمين بطمن حضرتكم عندنا صحوة كبيرة جداً من أجهزة رقبية في الدولة عندنا ثقة كبيرة جداً وصحوة يمكن غير مسبوقة من جهاز الشرطة وتمثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قواتنا المسلحة المصرية الباسلة على السواحل وعلى الحدود بتقوم بجهد كبير وجبار لعدم دخول أصلاً هذه المواد المخدرة الأراضي المصرية فإحنا محتاجين نتكاتف محتاجين نترابط ومحتاجين قبل كل ده التوعية لأن أنا مؤمن في المقام الأول إنه لما يكون عندي توعية أكيد مش يبقى فيه غلط ولما يكون فيه غلط نلعالجه بالتوعية قبل ما يكون فيه قانون أو قبل ما يكون فيه رضع لي فعشان كده كل واحد يتبنى حتى ذاته كده وإنت قاعد مع صحابك لو لقيت صاحب مدخل لك حاول تكلمه عن التدخين وخطرته حاول تكلمه عن مثلا واحد بدأ بقى الموضوع معاه بسجارة وانتهى لقدر الله بعد كده بإدمان لأن الإدمان ده مش بيدمر فرد لا ده بيدمر أسرة وبيدمر مجتمع بيستنزل فلوس كبيرة جدا 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 لو أقول لحضراتكم أرقام عن المواد المخدرة وإن بيصرف على هذه المواد المخدرة كام سنويا مليارات مليارات مش الجناهات ده مليارات الدولارات كمان فأبالك لو وفرت هذه الأموال أعتقد يعني كل واحد مدمن اللي أوفر الفلوس دي وصرفها على بيته وإسرته أكيد الوضع هيختلف معاه وأكيد هيرتقي بالمعيشة بتاعته مهم كمان أن احنا نوجه الدعوة عامة لكل فئات المجتمع المصري أن تتكاتف مع الدولة المصرية في حربها ضد الإدمان ربنا أحفظ رب كل شبابنا أغنية ونرجعنا كمان مع حضرتك